بعد يوم عصيب شهدته جامعة القاهرة اليوم راح ضحيته شهيد وتسعة مصابين جميعهم من رجال الشرطة قررت اللجنة الوزارية الأمنية في اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب تفعيل التكثيف الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات وتكثيف الدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم واستعرض الاجتماع التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية لعرضها على مجلس الوزراء غدا لاتخاذ إجراءات إصدارها وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع دراسة الموقف الأمني مع الوضع في الاعتبار التفجيرات التي وقعت صباح اليوم في محيط جامعة القاهرة والتي تحاول من خلالها الجامعات الإرهابية تعطيل خارطة المستقبل وتهديد وترويع المواطنين وزعزعة استقرار الدولة وإفشال العمليات التعليمية واستجراج قوات الشرطة للدخول في مصادمات قد تؤدي إلى سقوط شهداء أبريا واستغلال هذا الموقف داخليا وخارجيا وأضافت اللجنة أنه بعد استعراض الموقف الأمني وتقييمه فقد لوحظ وعلى الرغم مما تشهده البلاد من أحداث أن الوضع الأمني في تحسن مستمر بشكل عام كما جددت الحكومة إصرارها على استكمال خارطة الطريق معكدة أن الجماعات الإرهابية لن تتحقق ما سعيها تحت أي ظرف من الظروف وأن هذه التفجيرات الخسيسة لن تثني الدولة عن عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإرهاب من العبث بأمن وسلامة الوطن والمواطنين واستمرار العمل والإنتاج للنهوض بالوطن في كافة القطاعات لبناء مصر التي ينشدها هذا الشعب العظيم حضر الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورؤساء المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي